حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير طفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير طفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قالا حدثنا هارون بن مسلم عن قتاذة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال فرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة ورأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد فقال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازل عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمين حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر حدثنا عمر بن عثمان الكلابي حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن ليز بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر حدثنا العباس بن عثمان الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الوليد فقلت لمالك أهكذا قرأ واتخذوا قال نعم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حدثنا علقمة بن عمر الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البرى قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليغضيع إيمانكم حدثنا محمد بن يحيا الأزدي حدثنا هاشم بن القاسم وحدثنا محمد بن يحيا النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله حدثنا إبراهيم بن المنزر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حدثنا العباس بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عليا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة صطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا فبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيأخذ بيده حتى يخرج إلى البقية فمن كان آكلها لابد فليمتها طبخا حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتي من المسجد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيين عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت طهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي حدثنا أحمد بن سعيد الداربي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا أشعة بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فتم وجه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله لمحاربي قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله يعني ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزقن عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه حدثنا هناد بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قالا حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدثه حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قالا حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة إن كنت فاعلا فمرة واحدة حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح بالحصى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شدا حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب حدثني زمعة بن صالح عن عمر بن دينار قال صلى بن عباس وهو بالبصر على بصاته ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بصاته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرى وردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجل حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا إسماعيل بن أبي أويس أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهر وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى حدثنا إسحاف بن إبراهيم بن حبيب حدثنا بشر بن المفضل عن غالي بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته بصد توبه فسجد عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعب الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوسن قال كان جدي أوسن أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيهن عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيل بن زريع عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والففين حدثنا بشر بن معاذن الضرير حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال أمرنا أن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موضع حدثنا بكر بن خلف حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أخبرني المخول قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عحص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيا عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع أبصاركم إلى السماء أن تلتمع يعني في الصلاة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابك فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى اشتد قوله في ذلك لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تنين بن طرفة عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع أبصارهم حدثنا حبيد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا نوح بن قيس حدثنا عمر بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قالها كذا ينظر من تحت إبطه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين بشأنها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يصلي في التوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حدثني أبو سعيد الخضري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في توب واحد متوشحا به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلم تقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقه حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عمر بن كثير حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضبر والعصر في ثوب واحد متلببا به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهري حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذفرا قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة حدثنا علي بن عمر الأنصاري حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجد منهن النجم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عثمان بن فائد حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحي وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النحي والسجدة وفيصاد وسجدة الحواميم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد حدثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة تقال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه إلى السماء انشقت قال أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحدا يذكره غيره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبع ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويتني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعض الديه ثم يرفع رأسه فيقيم خلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا ثم يسجل فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعض ديه ما استطاع فيما رأيت ثم يرفع رأسه فيجبث على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شفقه الأيسر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعق عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جويج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تخسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له عبد الله إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا حمد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين حدثنا محرز بن سلمة المدني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس أخبروه عن ابن عباس أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يقلوبه عدو ولا يخاف شيئا حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن ابن الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوكا في السفر حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا أبو عامر عن عيسى بن حفص بن عاصر بن عمر بن الخطاب حدثني أبي قال كنا مع ابن عمر في سفر وصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى أناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكن مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمية يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصدر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه أنبأنا ابن جريج أخبرني عطاء حدثني جابر بن عبد الله في أناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي القجة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أكرمه عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة حدثنا أبو يوسف بن الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقفر الصلاة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريح وعبد الأعلى قالا حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كم قام بمكة قال عشرة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا حسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عمر بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا الوليد بن بكير أبو جناب خباه حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تأمن امرأة رجلا ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجر مؤمنا إلا أن يقحره بسلطان يخاف سيفه وصوته حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكذت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذال عجز إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة وصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لما هو فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يقعل فقلت له يا أبتا أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة قلت كم كنتم يومئذ قال أربعين رجلا حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأخبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعة الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي وقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزعي حدثنا حسان بن عطية حدثني أبو الأشعف حدثني أوس بن أوسن الثقافي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر طيامها وقيامها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصط واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة يجزئ عنه الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام توصحه واستمع الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبش حتى ذكر الدجاجة والبيضة زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتاذة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة حدثنا كثير بن عبيد الحنصي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبري في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب متنته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمر بن أبي سلام عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن نبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد سعه أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنته حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرة بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياسة بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئا نستضل به حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراق حدثنا أحمد بن عبده حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا حميد عن أنس قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة حدثنا بشر بن مفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلس زاد بشر وهو قائم حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمر بن حريس عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سناك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن سناك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمن عن عبد الله أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال أوما تقرأ وتركوك قائما قال أبو عبد الله غريب لا يحدث به إلا ابن أبي شيبة وحده حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمر بن خالد حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب وقد لغوت حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي حدثنا ميشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيين عن عمر بن دينار سمع جابر وأبا الزبير سمع جابر بن عبد الله قال دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال فصلي ركعتين وأما عمر فلم يذكر سليك حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال فصلي ركعتين حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجي قال لا قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آليت وآنيت حدثنا أبو كريب حدثنا رشديل بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بثورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حينا صرف فقلت له إنك قرأت بثورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحنصي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا يونث بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أدريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر قالوا حدثنا محمد بن عمر حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعة الضمري وكان له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على قلبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد وحدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع الله على قلبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان حدثنا ابن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الفلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه حدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة متعمدة فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار حدثنا محمد بن يحيا حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العفي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل في شيء منهن حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو السائب سلم بن جنادة قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة حدثنا أبو كريب حدثنا حاتم بن إسماعيل وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاء أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة حدثنا محمد بن المصفة الخمصي حدثنا بقية عن عبد الله بن واقذ عن محمد بن عجلال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطر حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير وحدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله قيل أي ساعة قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة قلت أي ساعة هي قال هي آخر ساعات النهار قلت إنها ليست ساعة صلاة قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبثه إلا الصلاة فهو في الصلاة حدثنا أبو مكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيين عن عمر بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغدات كأن الأذان بأذني حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة حدثنا الخليل بن عمر أبو عمر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسد قالا حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتين الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زهر بن القاسم وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا روح بن عبادة قالا حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتدت حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حقص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدري ما هو فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا سعد بن سعيد حدثنا محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتين الفجر فقضاهما بعدما طلع في الشمس حدثنا أبو بك بن أبي شيبة حدثنا جرير عن قابوس عن أبي قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواضب عليها قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن عبيدة بن معت بن الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلىها بعد الركعتين بعد الظهر قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن عدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وقد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصل الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به قالت فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن فارون حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن جضمرة السلولي قال سألنا عليا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقون فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعة وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال علي فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا من أمسجدك هذا ذهبا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثة قال في الثالثة لمن شاء حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم عن خارد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين حدثنا عبد الوهاب بن الطحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاء عن عاصم بن عمر بن قتاد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهر فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرحمن بن واقت وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح حدثنا بدل بن المحبر قالا حدثنا عبد الملك بن الوليد حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين العكلي أخبرني عمر بن أبي خفع من اليمامي أنبأنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة كنتي عشرة سنة حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي قال فرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال قال علي بن أبي طالب إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتر فإن الله وطر يحب الوتر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفصن الأبار عن الأهمش عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وطر يحب الوتر أوتر يا أهل القرآن فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك ولا لأصحارك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء إن كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثاني قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قلت أرأيت إن غلبتني عيني أرأيت إن نمت قال اجعل أرأيت عند ذلك النجم فرفعت رأسي فإذا السما ثم أعاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا المطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر قال أوتر بواحدة قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء فقال سنة الله ورسوله يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن أبي ذئب عن الزهرية عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر اللهم عافني في من عافيت وتولني في من توليت واهدني في من هديت وقني شر ما قضيت وبارك لي في ما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وليت سبحانك ربنا تباركت وتعاليت حدثنا أبو عمر حف بن عمر حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة حدثني هشام بن عمر الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارف بن هشام المخذومي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك حدثنا نصر بن علي الجهطمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض أبطيه حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عائد بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصري عن محمد بن كعب القراضي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادعو باطن كفيك ولا تدعو بظهورهما فإذا فرغت فانسح بهما وجهك حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع حدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال سئل عن القنوط في صلاة الصبح فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن القنوط فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن حسين عن يحيا عن مسروخ قال سألت عائشة عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى وطره حين مات في السحر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وطره إلى السحر حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابن أبي غنية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مهمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتابة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشامل قال سألت عائشة قلت يا أم المؤمنين أفتيني عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد له سواكه وطهورة فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما نسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما وكان يتهجد من الليل قلت وكان يوتر قال نعم حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر قالا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر ثنة حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعد حدثنا مينون بن موسى المرأي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قالنا فركع حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي قال وكيع تعني بعد الوتر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفاجر اضطجع على شفقه الأيمن حدثنا عمر بن هشام حدثنا النضر بن شميل أنبأنا شعبة حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفاجر اضطجع حدثنا أحمد بن سينان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت فقال ما خلفك قلت أوترت فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيرك حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته حدثنا أبو داود سليمان بن توبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر قال أول الليل بعد العتمة قال فأنت يا عمر فقال آخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة حدثنا أبو داود سليمان بن توبة أنبأنا محمد بن عباد حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكر نحوه حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل لك يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين حدثنا عمر بن رافع حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام حدثني يحيى حدثني عياط أنه سأل أبا سعيد الخضري فقال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدرك مصلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل لك أزيد في الصلاة قال وماذا فقيل له فسنى رجله فسجد سجدتين حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها الظهر العصر فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وابن فضي ويزيد بن هارون وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن قال للأعرج أن ابن بحينة أصبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتين السهوي وسلم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوثف حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبين عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهوي حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن مكهول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوفر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثة ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك واليبني على اليقين فإذا استيقنت تمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته وكانت السجدتان رغم أن في الشيطان حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثناه فتنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواء فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين قال التنافسي هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أو نسيت قال ما قصرت وما نسيت قال إذن فصليت ركعتين قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين السر حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهذاه أن يقولا له شيئا وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى قال فإنما صليت ركعتين فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت الجحدري حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أبي المهلم عن عمران بن الحسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر إزارة فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يونس بن بوكير حدثنا ابن إسحاق حدثني الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يونس بن بوكير حدثنا ابن إسحاق أخبرني سلمة بن صفوان بن سلم عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العمسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصر فقال إني خرجت إليكم جنوبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضه ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم حدثنا عمر بن شبت بن عبيدة بن زيد حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وفيع عن إبراهيم بن طحمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كيا نبي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن وائل بن حجر قال رعيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلم عن أم سلم قال والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عليا عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائمة حتى دخل في السن فجعل يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه من قراءته أربعون آية أو ثلاثون آية قام فقرأها وسجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيخ العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائمة وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم حدثنا نصر بن علي الجخضم حدثنا بشر بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر حدثني إسماعيل بن محمد بن سعب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى أناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدة قال قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وقال أبو معاوية لما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف تعني رقيق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت عمر فصلى بالناس فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحبات يوسف قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج وإذا أبو بكر يأم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنبأنا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال سلمة بن بهايط أنبأنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع فلو أمرت غيره ثم أضمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بغيرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس فأومأ إليه أن يثبت مكانك ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعو لي علي قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر قال ادعوه قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعوه قالت أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس قال نعم فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر يصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه شفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليستأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر قال وكيع وكذا السنة قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة قال وقد أحسنت كذلك ففعل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سرع عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سنع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم بن بشير عن عمار بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سنع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمم وإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقاعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وحفظ بن غياث ويزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين فكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث حدثنا حاتم بن نصر الضبي حدثنا محمد بن يعلى زنبور حدثنا عن بسة بن عبد الرحيم عن عبد الله بن نافع عن أبي عن أم سلمة قالت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوط في الفجر حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمنضم بن جوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأولي والعباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت الدهان حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتاذة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن يعل بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى قال نعم جوف الليل الأوسط فصل ما بدى لك حتى يطلع الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تبشرش ثم صل ما بدى لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزيغ الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدى لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان حدثنا الحسن بن داود المنكدري حدثنا ابن أبي فديت عن الضحاك بن عثمان عن المقبوري عن أبي هريرة قال سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل قال وما هو قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة قال نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرني الشيطان ثم صلف الصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تطلع العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا مهمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان أو قال يطلع معها قرناء الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء قارنها فإذا دلكت أو قال زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت ثارقها فلا تطلوا هذه الساعات الثلاث حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناخ لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي تساعة شاء من الليل والنهار حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة لك حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت يعني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا جرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم ثم يكونون مكانا الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا قال يعني بالسجدة الركعة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثني يحيى بن سعيد الأنصري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثم أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف فيركع بهم ركع ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركع ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين قال محمد بن بشار فسألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد قال قال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلل كبلة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجلل الله لشيء من خلقه خشع له حدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهلك ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعلبة بن عباد عن سمرة بن جندق قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلا نسمع له صوتا حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال لقد دنت مني الجنة حتى لو اشترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا فيهم قال نافع حسبت أنه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها فقلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كينان عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متفشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تنيم يحدث أبي عن عمه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عباد بن تنيم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال سفيان عن المسعود قال سألت أبا بكر بن محمد بن عمر أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال قال لا بل اليمين على الشمال حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودع الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعب عن شرحبيل بن الصنق أنه قال لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار قال فما جمعوا حتى أحيوا قال فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا معتمر عن أبي عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤيا بياض أبطيب قال معتمر أراه في الاستسقى حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة فأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغماب بوجهه ثمال يتامى عسمة للأرامل وهو قول أبي طالب حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن وعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بيديه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال أخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حدثنا حوسرة بن محمد حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر يصلون العيد قبل الصطبة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل حدثنا محمد بن صالد بن عثم حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن صالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي ركوع حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهم أتاك حديث الغاشية حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت أبا كاهل وكانت له صحبة فحدثني أفي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطامها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ هو أبو كاهل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشي آخذ بخطامها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن أبيه أنه حج فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن حدثني أبي عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا داود بن قيس عنياط بن عبد الله أخبرني أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا صرف حدثنا يحلى بن حكيم حدثنا أبو بحر حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمر بن رافعن البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا ابن جريت عن عطاء عن عبد الله بن الساد قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بن العيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل عن عبيد الله بن عمر من الرقي حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إن من السنة أن يمشي إلى العيد حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو قتيبة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى الأيد في طريق ويرجع في أخرى ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد العزيز بن سطاب حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو تميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الزرقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزيل حدثنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عامر وحدثنا إسرائيل عن جابر وحدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحو حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونف وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم قالا حدثنا الأوزاعي أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاءا ليس فيه شيء يستثر به حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء حدثنا هارور بن سعيد للأيدي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستثرا بحربة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن أم عاطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر قال قالت أم عاطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب قال فلتلبسها أختها من جلبابها حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عاطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج العواتق ودوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ليجتنبن الحيض ومصلى الناس حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفظ بن غياف حدثنا حجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم قال نعم قال فكيف كان يصنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي حدثنا محمد بن المصفة الحمصي حدثنا بقية حدثنا شعبة حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمعي داني في يومكم هذا فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله حدثنا محمد بن يحيا حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا نندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اجتمعي داني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف حدثنا العباس بن عثمان الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة قال سمعت أبا يحيا عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا نائل بن نجيح حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى حدثنا نصر بن علي الجهطمي حدثنا يوسف بن صالد حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا صفوان بن عمر عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنا مثنا حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليف بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن ابن أبي لبيد عن أبي سلم عن ابن عمر وعن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال يصلي مثنا مثنا فإذا خاف الصبح أو ترى بواحدة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا للأزدية يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنا مثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح أنبأنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هانئن بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الله سبحة الضحى ثماني ركعات سلم من كل ركعتين حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب يعني ابن أبي وداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتباءث وتمسكن وتقنع وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا مسلمة بن عرقمة عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال ثمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليال فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة التي تليها قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قيل وما الفلاح؟ قال السحور قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الناس أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث عقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده فإذا قام فتوضأا حلت عقده فإذا قام إلى الصلاة حلت عقده كلها فيصبح نشيطا طيبا نفس قد أصاب خيرا وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيثا نفس لم يصب خيرا حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذلك الشيطان بال في أذنيه حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل حدثنا زهير بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح والعباس بن جعفر ومحمد بن عمر الحدثان قالوا حدثنا سنيد بن داود حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي حدثنا سيابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفة عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم بأن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيبان أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وعيقظت زوجها فصلت فإن أبى رشت في وجهه الماء حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن دكوان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من أنت فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحية يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد قالت فقام وقمت معه حتى استمع له ثم انتفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا حدثنا بشر بن معادن الضرير حدثنا عبد الله بن جعفر المدني حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسدتموه يخشى الله حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا فقيل عبد الله بن قيس فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامية قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن لأصواتكم حدثنا أحمد بن عمر بن السرخ المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونث بن يزيد عن ابن شهاب أن السائف بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الغر كتب له كأنما قرأه من الليل حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثاب عن عبدة بن أبي ذباب عن زويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزل الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستدلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حدثنا أبو بكر بخلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمر قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت من فقرأه في شهر فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فقرأه في عشرة قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فقرأه في سبع قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفا عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت تجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استجار وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا فمر بآية عذاب فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن برد بن سينان عن عبادة بن نسي عن أضيف بن الحارث قال أتيت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به قالت ربما جهر وربما خافت قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعى حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوث عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قياه السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد الحق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سليمان بن أبي مسلم الأحوال خال بن أبي نجيح سمع طاوسا عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتكح به قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان يكبر عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة ويستغفر عشرة ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عمر بن يونس اليماني حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بما كان يستفح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال عبد الرحمن بن عمر احفظوه جبرائيل مهموزا فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث أبي بكر قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ويوتر بواحدة ويسجد فيهن سجدة لقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من الأدان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة حدثنا هناج بن السري حدثنا هناج بن السري حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني حدثنا أبي عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالا ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فصطافة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا معنو بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أخبر أنه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ أذن اليمنى يفتدها فصلى ركعتين ثم 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 أوتر ثم اتجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يهل بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك قال حر وعبد قلت هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى قال نعم جوف الليل الأوسط حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخرة حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلم وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الهجر فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهنية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال لا يسألن عبادي غيري من يدعوني أستجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفظ بن غياث وأصباط بن محمد قالا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه قال حف في حديثه قال عبد الرحمن قال فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن هشام بن عروق عن أبي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحب قالوا لزينب تصلي فيه فإذا فترت تعلقت به فقال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول اتجع حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركع بن الله له بيتا في الجنة حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفظ بن عمر قالا حدثنا زيد بن الحباب حدثني عمر بن أبي خسع من اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوق عدلت له عبادة اثنتين عشرة سنة حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا أبو فقال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم حدثنا محمد بن أبي الحسين حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمر عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا حدثنا زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمر قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحة فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير أم هالئ فأخبرتني أنه صلى الله ثمان ركعات حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قالا حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلت ضحى ثنتي عشرة ركعة بن الله له قصرا من ذهب في الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن يزيد الرشق عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربعا ويزيد ما شاء الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو عاصم العباداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك أن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر حدثنا أحمد بن منصور بن يسار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله لي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت فقال أدعو فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتخضى اللهم فشفع فيه قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عمي ألا أحبوك ألا أنفعك ألا أصلك قال بلى يا رسول الله قال فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرة ثم ارفع رأسك فقلها عشرة ثم اسجد فقلها عشرة ثم ارفع رأسك فقلها عشرة ثم اسجد فقلها عشرة ثم ارفع رأسك فقلها عشرة قبل أن تقوم فتلك خمس وسبعون في كل ركع وهي ثلاثمائة في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك قال يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم قال قلها في جمعة فإن لم تستطع فقلها في شهر حتى قال فقلها في سنة حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسى بوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصار إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصار أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة ثم تسجد فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة خرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قالت قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلم حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الطحاك بن أيمن عن الطحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو الأسود أن نضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الطحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة بن رجاء حدثتني شعثاء وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين حدثنا يحيى بن وثمان بن صالح المصري أنبأنا أبي أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا حدثنا عبدة بن عبد الله الخزعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة التقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزري عن علي بن أبي طالب قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يلفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وقال نسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان التقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أصبرنا أنه من صلى في المساجد الأربع غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل أكذلك يا عقبة قال نعم حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمك حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبر قال سمعت أبان بن عثمان يقول قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما كان يبقى من درنه قال لا شيء قال فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا إسماعيل بن علي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله سبحانه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال يا رسول الله ألي هذه قال لمن أخذ بها حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونث بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى آتي على موسى فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك قلت فرض علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربي حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا الوليد حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان عن ابن عباس قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم لخمسين صلاة فنازل ربكم أن يجعلها خمس صلوات حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي علي عن شعب عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الظاهعة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حدثنا عيسى بن حمد المصري أنبأنا ليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فقال سل ما بدا لك قال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله آه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار من الحمصي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال قال سعيد بن المثيب إن أبا قتاد بن ربعي أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي حدثنا أبو مصع بن المديني أحمد بن أبي بكر حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المثيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عفا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمر حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمر بن العص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن غهير الأنصار وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونف قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره حدثنا هشام بن عمار حدثنا أبو الخطاب الدمشق حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة حدثنا إسماعيل حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن طفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجدع فقال رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات فهي التي أعلى المنبر فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى صلى إليه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبيل بن كعب وكان عنده في بيته حتى بني فأكلته الأرضة وعاد رفاة حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فآتاه فاحتضنه فسكن فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو فأتوا سهل بن سعد فسألوه فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة نجار فجاء به فقام عليه حينما وضع فاستقبل وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القفقر حتى سجد بالأرض ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القفقر حتى سجد بالأرض حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ من برع قال فحن الجذع قال جابر حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكا فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد قالا حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلت وما ذاك الأمر قال هممت أن أجلس وأتركه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيين عن زياد بن علاقة سمع المغيرة يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدما فقيل يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد حدثنا يحيى بن يمان حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدمه فقيل له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنط حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكفول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثت قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمر أبو عمر الأوزعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان فقلت له حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني به قال فسكت ثم عدت فقلت مثلها فسكت ثلاث مرات فقال لي عليك بالسجود لله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ذلك حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد المري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال قال لي أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفا عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفا عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فلضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني السبحة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا قتيبة حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصل الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوب حتى يتنحى عنه حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا بقية عن أبي عبد الرحمن التميمي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تنيم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها فأقول له ألا تصلي هاهنا وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فجعلنا عليه عن يساره حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمن عليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك حدثنا هناز بن سري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارس عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ستة بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم على المسلم أربع خلال يشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا مات ويعوده إذا مرض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وأبو بكر وأنا في بني سلمة حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي حدثنا ابن جريت عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفثوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا صفوان بن هبيرة حدثنا أبو مكين عن أكرمه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال ما تشتهي قال أشتهي خبز بر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال أتشتهي شيئا أتشتهي كعكا قال نعم فطلبوا له حدثنا جعفر بن مسافر حدثني كثير بن مشام حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يسبح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا كثير بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قالوا يا رسول الله كيف للأحياء قال أجود وأجود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة قالت ففعلت فأعقبني الله من هو خير منه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بن نهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها عند موتاكم يعني يا سين حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا المحاربي جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما حضرت كعبني الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فقرأ عليه مني السلام قال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك قالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة قال بلى قالت فهو ذاك حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يوسف بن الماجشون حدثنا محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها لا تبتأسي على حميمك فإن ذلك من حسناته حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتالة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين حدثنا روح بن الفرج حدثنا نصر بن حمد حدثنا موسى بن كردم عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن أبي موسى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحداء عن أبي خلابة عن قبيصة بن ذويب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر حدثنا أبو داود سليمان بن توبة حدثنا عاصم بن علي حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خدين حدثنا أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عقية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه أحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب حدثتني حفصة عن أم عقية بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وطرا وكان فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا وكان فيه ابدأوا بمياميها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عقية قالت ومشطناها ثلاثة قرون حدثنا بشر بن آدم حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت حدثنا محمد بن المصفة الحنصي حدثنا بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي حدثنا عباد بن كثير عن عمر بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أحمد بن خالد الزهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيا بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نساء حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عطبة عن الزهري عن عبي الله بن عبد الله عن عائشة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسا فقال بل أنا يا عائشة ورأسا ثم قال ما ضرك لو ميت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك حدثنا سعيد بن يحيا بن الأزهر الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو بردة عن علقمة بن مرثد عن ابن بردة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمصه حدثنا يحيا بن خدام حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجد فقال بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مدت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليستيها قميص ولا عمامة فقيل لعائشة إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة فقالت عائشة قد جاءوا ببرد حبرة فلم يكفنوه حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عمر بن أبي سلم قال هذا ما سمعت من أبي معي حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياق بيض سحولية حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي قبض فيه وحلة نجرانية حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد الله بن رجائن المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أنبأنا هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبي عن عبادة بن الصاعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو شيبة عن أنس بن مالك قال لما قبض إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه فأتاه فانكب عليه وبكى حدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن حبيب بن سليم عن بلاه بن يحيا قال كان حذيفة إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن نسطاص عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السغير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع حدثنا محمد بن عبيد بن عفيل حدثنا بشر بن ثابت حدثنا شعبة عن ليه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها قال لتكن عليكم السكينة حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعر عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا رقبانا على دوابهم في جنازة فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم رقبان حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية حدثني زياد بن جبير بن حية سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة حدثنا نصر بن علي الجخضم وهارون بن عبد الله الحمال قالا حدثنا محمد بن بكر القرساني أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجلة الحنفي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها حدثنا أحمد بن عبدة أخبرني عمر بن نعمان حدثنا علي بن الحزور عن نفيع عن عمران بن الحصين وأبي برزة قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قبص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم قال فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك حدثنا حرملة بن نحيا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبي عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخر الجنازة إذا حضرت حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن أبا بردة حدثه قال أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قال له أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله أنبأنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا بكر بن سليم حدثني حميد بن زياد الخراب عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال هل كابن لعبد الله بن عباس فقال لي يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد فقلت نعم فقال ويحك كم ترى هم أربعين قلت لا بل هم أكثر قال فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيل عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مارك بن هبيرة الشامي وكانت له فخبة قال كان إذا أتي بجنازة فتقال لمن تبعها جزأهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حماذ بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت فخيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال وجبت ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت إنكم شهداء الله في الأرض حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة قال الحسين بن ذكوان أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلم عن سمرة بن جند بن الفزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها حدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال رأيت أنسى بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجئ بجنازة أخرى بمرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة قال نعم فأقبل علينا فقال احفظوا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن الحباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب حدثنا عمر بن أبي عاسم النبيل وإبراهيم بن المستمر قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا حماد بن جعفر العبدي حدثني شهر بن حوشب حدثتني أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني حدثنا محمد بن سلمة الحظاني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مروان بن جناح حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذنتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا فرج بن الفضالة حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فلقد رأيتني في مقام ذلك أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر